لو انت معاك ابنك او بنتك هيدخلوا المدرسة او هيبدأوا عام دراسي جديد وانت مش مستعد ماديا هيكون عندك فرصة تاخد كارد المصروفات المدرسية وده هيساعدك توفر الالتزامات المالية عشان تقدر تعلم ابنك صح عشان كده هنتكلم النهاردة عن طرق الحصول على قروض المصروفات الدراسية من البنوك تعالوا نشوف فيه اكتر من البنك بيوفر الكارد ده وبنظم سداد مختلفة كمان البنوك بتنفس بعضها عشان يقدموا قدمة التمويل للمصروفات الدراسية والجامعية بنظم مفادرات سداد مختلفة ولتخفيف العبء عن الواطنين تمويل المصروفات الدراسية والجامعات للموظفين بيكون بدون تحويل المرتب او القست او بدون وكمان ده متاح برضو لاصحاب المعنى الحرة او بضمان الاوعال الدخلية طب ايه هي المستندات المطلوبة؟ اول حاجة صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر واصال مرافق حديث لمحل الاقامة وكمان خطاب من المدرسة او الجامعة بالسانة الدراسية او بيان كيمة المصروفات الخاصة بالطالب وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر ومفردات مرتب او بيان الدخل للمقترد فيه عندنا بنوك كتير في مصر بتقدم الخدمة دي لكن انا هوضح لكو تفاصيل افضل خمس بنوك بتقدم الخدمة تمويل المصروفات الدراسية او البنك عندنا هو بنك مصر وده بيتيح ليك برامج متنوعة لتمويل كل المراحل الدراسية والجامعية وده بيكون بحد اقصى 500 الف جنيه لمدة 84 شهر مش بس كده ده كمان بيكون بنسبة تمويل بتصل لمية 100% من كيمة المصاريف وده بيكون متاح للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب او الاستشهري او باثبات الدخل كمان الكارد ده متاح لاصحاب المهن الحرة واصحاب الانشطة التجارية والصناعية واصحاب مستحك المعاشات واصحاب الاوعال الدخارية عائد كارد بنك مصر بيصل لـ 11.16% وبيشترط للحصول عليه ان يكون الحد الادنى لعمر المقترد 21 سنة تاني بنك بيقدم الخدمة دي هو البنك التجاري الدولي الـ CIB وده بيوفر التمويل اللازم لتخطية المصرفات الدراسية لكل المراحل التعليمية حتى الدراسات العليا وده بيكون بسعر عائد مميز بين 14.5% حتى 17.5% والحد الاقصى لكيمة الكارد بتكون 150 الف جنيه بفترة سادات تصل لخمس سنين مش بس كده ده كمان بيتحلك انك تاخد كارد شخصي لتمويل مصاريف الدراسات العليا على الماجستير ادارة الاعمال والحصول على شهادة اونلاين من جامعة نيكست فورد وده بيكون بفترة سادات مارينا بتصل لثمان سنين وده بيديك خصم 50% على المصاريف الادارية تالت بنك عندنا هو بنك كطر الوطني وده بيوفر لك الكارد عن طريق برنامج التعامل مخصوص لتمويل المصرفات الدراسية هو برنامج تعلم ونحن الموالد وده بيكون بحد اقصى 500 الف جنيه كطر الوطني بيقدر يوفر لك الكارد في حدود 95% من المصاريف الدراسية والكتب وبسعر عائل التنافسي بيصل لـ 15.5% في حالة تحويل المرتب لكن في حالة عدم تحويل المرتب بيكون 15.75% كمان البنك بيقدم لك وصيق التأمين على الحياة موجانة طوال فترة الكارد مع توفير اقصات شهرية سابتة طول مدة الكارد بحد اقصى 48 شهر رابع بنك بيقدم المصاريف الدراسية هو البنك العربي الافريكي الدولي وده بيوفر لك برنامج لتمويل التعليم وده بيكون لكل مراحل التعليم وبأسعار فايدة تنافسية وبتصل كيمة التمويل لـ 100% من المصاريف الدراسية وكمان فترة سداد بتصل لحوالي 7 سنين العربي الافريكي كمان بيسدد مبلغ الكارد بشكل مباشر للمؤسسة التعليمية وده بيكون عن طريق مقاطبة رسمية من المدرسة او الجامعة بكيمة المصاريف الدراسية كمان بيضيح انه بيسدد التمويل على اقصاد متساوية للمؤسسة التعليمية لمدة سنة كمان في برنامج تمويل سيت أب وده بيسدد اقصاد اقل في جئمتها في بداية مراحل التسديد وبتزيد بشكل تدريجي لمدة 7 سنين وأسعار فايدة بتكون حوالي 19% متنقصة بضمان تحويل المرتب على البنك و20% متنقصة بضمان اوعية الدخلية و21% متنقصة في حالة عدم تحويل المرتب على البنك و22% متنقصة لاصحاب الاعمال الحرة خمس بنك عندنا هو بنك التعمير والاسكان وده في ميزة انه بيقدر برضو يوفر لك تمويل المصاريف الدراسية بشكل كامل يعني 100% من المصاريف وفترة سادات بتبدأ من 6 شهور لغاية 12 شهر وكمان بيقدر يوفر لك وصيق التأمين على الحياة مجانة لغاية انتهاء مدة القرد كانت معاكم ريهم هاني من قناة الاموال استنوني فقرة جديدة ان شاء الله